أول حاجة خلينا نشكر الناس اللي عملت الفيديو دي هو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بصراحة عملوا فيديو أكتر من رائع أكتر من رائع لأنه سهل وبسيط وسلس ووافي دي حاجة الحاجة التانية أنه عرفنا على ثلاث عقول مصرية من أصل 104 مليون عقل كويس إن المجلس عرفنا على ثلاث عقول مصرية أولهم عقل أنتج لنا رز بصد رز مختلف خالص وأمح مختلف خالص يعني إيه مختلف الرز هو الرز والأمح هو الأمح أقول لك لأ تعالى بقى الأول لازم نبقى فهمين حاجة بسيطة جدا فيه قواعد العمل الزراعي اللي هي الفدان لإنتاجية الشطارة بتبقى إنك ترفع من مستوى ومعدل إنتاجية الفدان يعني مثلا المحصول الفلاني إنتاجية الفدان منه واحد طن لو عملتك واحد وربعة طن انت شاطر واحد ونص انت أشتر اتنين طن انت أشتر جدا تلاتة طن أشتر جدا جدا وهنفضل نحط جدا كتير طيب فإحنا بقى فيه عندنا عقل عظيم اشتغل على إنه يوصل لنا إنتاجية الفدان لستة طن طيب ده معنى إيه يا يوسف قولك اللي اتفرج على الفيديو هيفهم أي حد بالمناسبة يعني لو شاب لطيف أو ولد لطيف في سنة ستة تبتدأ يتفرج على الفيديو ده يفهمه ده معنى إنه أنا بستهلك مية أقل عشان أزرع الرز ده اللي هو سخة التمية مثلا يعني بستهلك مية أقل ده واحد اتنين ده برضو معنى إن أنا بستخدم أسمدة أقل ده برضو معنى إنه أنا بستخدم مكافحات حشرات وقافات أقل يبقى كل ده عبارة عن تقليل في إيه تكلفة مش بس كده ده تعظيم في خدمة البيئة أنا بقل القدر الإمكان من المستهلكات اللي حواليها إذا كان مستهلك طبيعي زي المية أو مستهلكات صناعية أخرى زي الأسمدة أو المكافحات بتاعة الأفات والأوبئة وما إلا ذلك فأنا أحسن من بيئتي بزيادة معدل إنتاجية الفدان أقلل من المياه وأحفظ عليها قدر الإمكان بس أنا كمان زودت استني بقى زودت المعدل بتاع الإنتاجية بتاعي ده معناها إن أنا وفرت الإنتاج عندي زادت صح يعني ناس أكتر استفادت صح والمزارع نفسه استفاد أكتر وأكتر لأنه بيع أكتر اللي كان بيجيبه له الفدان مثلاً مثلاً أربعة طن طب دلوقتي بيجيب له ستة طن يبقى المزارع يكسب كم؟ خمسين في الماء زيادة يبقى هو مستفيد الدولة سعيدة ليه؟ لأن الدولة سعيدة هتقدر تحصل على كميات أكتر من الرز تقدر تديها للناس إحنا رحين للرز بعد شوية عشان الأسعار المهم يعني صح الكلام؟ طيب حفظنا على المية مية فل واربعتاشر حفظت على مساحة الأرض وبالتالي أقدر أنوع في الحاصلات الزراعية والمنتجات الزراعية بتاعتي لو أنا كنت قبل كده مثلاً محتاج أزرع مية فدان دلوقتي لا أنا هزرع تقريباً سبعين فدان بس والباقي أزرعهم بحاجة تانية طيب تعال علق اللي بعده عقل عظيم عمل إيه العقل العظيم؟ منتجة البساطة أهلا جماعة دلوقتي إحنا عندنا أزمة أعلاف طيب هنعمل إيه؟ لازم نلاقي حلول وخد بالك اللي أنا بقولك ده في الأخر ليه كده حاجة عايزين نعلق عليه لقي حلول فعمل بحث أو بحث اتنين تلاتة عشرة أبحاث عالم عقل فاكتشف إنه النبات بتاع التين الشوكي مش التينة التينة إحنا هنا كلها نعم ما لا شك فيه أنا مود من تين شوكي اللوح بتاع التين اللي هو النبتة نفسها يعني دي ينفع تخش فيه عملية صناعة الأعلاف طيب إزاي؟ يعني هي مفيدة للماشية؟ أي نعم هي مفيدة للماشية طلع إن فيها 75% من احتياجات المواشي من الكارب كاربوهايدرات نشويات يعني طبعا ده بخيار بخلاف إن فيها ألياف بخلاف إن فيها نسبة بروتين لها بأس بيها يتم خلطها ببقية المكونات الأخرى بتاعة الأعلاف فاتوفر معاه فيصبح فيه عندي منتج داخل مصر أقدر أستخدمه في صناعة الأعلاف طيب هل ده استخدام اقتصادي يا فندم؟ قالك أيوة ما احنا بقى عملنا الدراسة فنزلناها عينة على أكتر من نوع وشوفنا يا ترى هي بتأثر على انتجات اللحوم لقينا لا بتديني نفس الانتجية بتاعة اللحوم هي هي ولم تتأثر سلبا على الإطلاق وخد بالك هنا برضو من أمانة العالم ما قالكش جابتلي انتجية أعلى قالك لم تتأثر سلبا نفس الانتجية إذن خدنا قرار ياريت نعمم الفكرة خد بالك من ياريت دي أنا جاي لك بعد شوية استنى يا روز ولا كلمة شاقود ولا تليفون أبدا لحد بتكلم على العقل التالت أرجوكو أنا أحب بدي كل حاجة حقاها أدعنيه أو الله حلو قوي طيب يا فندم الحاجات دي تتزرع كده طب يعني إحنا عايزين نزرع خدار ونزرع فكهة ونزرع قمحة ونزرع رزو وهكذا يعني لأ دي هنزرعها في المناطق الغير صالحة لأي منتج زراعي تاني أرض بقى صعبة صعوبة غير طبيعية فمش هينفع تتزرع بالحاجات دي نعمل إيه إزرعها تينشوكي التالت عقل التالت أهو قالك طيب العالم عنده متغيرات منخية كل اللي إحنا عارفينه عن المناخ بيختلف يبقى أنا ساعتها محتاج إيه محتاج تقاوي جديدة طب أنا محتاج أصلا أولد التقاوي دي أطلع التقاوي دي طب ما هو في ظل الظروف برودة في أوقات مش هفوط تبقى بردة وحر في أوقات مش المفروض تبقى حر وحاجات زي كده قدرة النبات على الإنبات بتبقى صعبة أطلع منه تقاوي سليمة وصحيحة صعبة فيبدأ يفكر هذا العقل في أنه هو يطلع 26 صنف من الأصناف بتاعة الخضروات تقاوي هنعملها عندنا في مصر فما نبطلش نستوردها من حتة ده واحد اتنين تقدر هذه التقاوي أنها تقف قدام المتغيرات الجديدة سواء إذا كانت حرارة مبالغ فيها أو برودة مبالغ فيها وأنواع الخضروات اللي احنا بنستهلكها وأنواع خضروات زي البطاطس اللي احنا بنصدرها وهكذا الله طب وإحنا هنعمل إيه بالحاجة لا دي بتنزرها بالطريقة في الناية وبتقلل مية برضو ومعدل انتجيتها أعلى برضو عقول طيب أنا أحب إيه بقى أجي أقولك أول حاجة في الدنيا هو رئيس الجمهورية بنفسه مش قال أكتر من مرة في أكتر من موضع يا جماعة اوجدوا حلول مبتكرة نعالج بيها مشاكلنا أي دولة عاوزة تخش السباق وتحقق مراكز أولة أول تاني تالت ما بتعتمدش طول الوقت على كل حاجة من برة بتفكر في جوة بتشغل عقول ولدها بتستثمر هذه العقول تستثمر مش بس أنها بتعلم لأ وبتستغل الإنتاج الفكري والعقلي لهؤلاء فعشان كده الرئيس قال يا جماعة طلعوا لي حلول وبالمناسبة الرئيس لما بيقول كده لأنه واسق أنه المصريين قادرين على أن هم يطلعوا حلول آه دي تلت حلول أتمنى وأحلم وأرجو وأنا متأكد أنه معالي وزير الزراعة لو شايف الحلقة دي عنده مركز إعلامي رائع بالمناسبة ومكتب إعلامي جميل يعني حقيقي مش هزار دي أنا بتكلم بجد بيعمل إيه بقى على طول بيعمل تقرير ويقول مثلا ده يوسف قال ده عمر قال ده نشأة قال ده أحمد قال وايه كذا ده شريف قال وايه طول الوقت وبيبدأ يدرس الحاجة دي أنا عايز الوزارة يعني أو أتمنى أنه معالي الوزير يقابل التلت عقول أتمنى ويعود معاهم ويبحث معاهم إن إحنا نحول ده إلى إنتاج كمي ترجمة نانسي قنقر